قبل ما تبدأ الفيديو سأخبرك بالملخص جميع الدروس اللي كانت هنا في لاب باش فيسبوك او للقناة اليوتيوب جميع الملخصات pdf كانين في الموقع دي الإلكتروني www.englishwithtosos.com إذا ما تكتب هال www.englishwithtosos.com كتب غير English with Tosos في المحرك البحث جوجل سأتعلك الموقع دي الإلكتروني والأولاني فتمك هتلقى الملخص دير جميع الدروس الـ functions, grammar, tenses, vocabulary and writing وكذلك هتلقى منهجيات جاهزة بالنسبة للـ writing السلام عليكم ورحبكم في قناة English with Tosos لتعلموا عن انجليزيا ونشرح دروس الثانية باقالوريا في الفيديو اللي فات نشرح لمنهجية دي الإيجابيات والسلبيات ديشي موضوع اللي داخل في الـ how to write anarchic وفي هذا الفيديو ان شاء الله كما وعدكم سنشرحوا causes, consequences and solutions بمعنى إلي عدك الدولي لشي ضاهرة مثلا او لشي problem كي يقول لك دولي على الأسباب والعواقب لهاد المشكل ومن بعد أعطي الحل لهدك المشكل causes وهي أسباب consequences وهي العواقب solution وهي الحل او solutions حلول مزيان وكتذكر الأرشكل التي تتكون من introduction مقدمة body العرض and conclusion اللي هي الخاتمة لباسي دي ناخد المنهجي دينا أول حاجة بغتك تعرفها هو أنه هذا الشي اللي بزرق اختياري يعني هذا الشي اللي كاسبانه بزرق اختياري تخسر حاجة من نوع ده مثلا تقول هي اما recently أو lately مزيان هذه نقطة الأولانية أما هذك الشي اللي بلك حل فراه ما كتبتلش صافقين مزيان لباسي دي مدوب المقدمة هذك الفارغ اللي عدنا غني ندرو فيه topic يعني العنوان دير هذك الموضوع لعطينك مالش بقى نقول لك topic topic وكنا نخساره واحد العنوان دير شي موضوع مثلا pollution مزيان كذلك الشي اللي بين القوسي اللي بزرق غني تخسار واحدة منهم اللي حسنتي شنو بغيتي مثلا انا نخسار recently اللي قتعني مؤخرا recently pollution has become a dangerous problem يعني مؤخرا تلوث ولو واحد واحد المشكلة اللي خاطر او اللي ممكنك تقول has become a dangerous issue كده يكن نفس المعنى not only in my city but all over Morocco يعني مشي غير في المدينة ديالي ولكن في المغرب كامل وقلت لك باللي هاتك سيدة بزرق اختياري كي تبدل اللي حساب انت شنو غا تقول مثلا نتقدر تقول not only in my town او لا in my village but all the world حمزي مزيان مازيان يعني هاتك سيدة بزرق هاتك سياري ممكن يكونش هو بالضبط اكزاكت اللي حساب شنو عاطنيني كنت سابه متيحة الوطني وبطبيعة الحال اي ظاهرة كتكون اما في البلد ديالك كامل مثلا مثلا المغرب او لا في العالم كامل وهتشيرها منطقي تبسليني من المقدمة clear short and precise مزيان سياريجع الوطني سياريجع الوطني باش نبدو في العرض دب احنا الموضوع ديالنا علاج كدوي قال لك السيدة دولية على الأسباب للتلوث العواقب ديالو وتعطي الحلول ديالها التلوث سافقين في اللول غيبك دك شي صعيب والكاملات المنهجية غيبك دك شي ساهل ومنظم طبي الحالة تقول there are many or a lot of or a state of or several مثلا انا اختار هاتك many يعجبتني هذي نقول there are many causes to this issue يعني هالظاهرة هادي اللي هي التلوث عند العديد من الأسباب مزيان كددي النقطة the first one is يعني السبب اللولاني هو وكتكسب شنا هو السبب اللولاني من بعد ما كتسالي كددي النقطة وكترجع وكتكسب the second يعني السبب الثاني the second reason is وكتكسب السبب الثاني بغيت تحبس حد هنا يا وشي راتك صافرة مقاش عندك الأفكار حبس كان عندك أفكار أخرين مشي مشكلة غادي تكسب another reason يعني سبب آخر which is more important يعني يعني هو أكثر أهمية is that وكتكسب هذيك السبب اللي عندك انتها هذيك اللي قلت علي انت أكثر أهمية وبطبيق الحال اللي كانت عندك اللون نقولي على قد الحال حبس حد السبب الثاني ما تزيدش الثالث متفقين كنت يمبازي مزيان كم لحت الثالث دب انت شنو درشي فضله هذي دوي تغير الأسباب لهادك الظاهرة اللي هو التلويت وانت قللك في المتيحة الواطني دوي ليا الأسباب ليا الكوزس consequences and solution يعني شنو باقي لك باقي لك العواقب اللي هي consequences وباقي لك solution وهذا الشيء غندوق لي ديوا بالترتيب غد يمدوا بالعواقب لها الظاهرة اللي هو التلويت كما انت عارف سألتي من شي حاجة كدين نقطة كدين نقطة كدين نقول الأستاذ أنا سألت من هذه النقطة هذي لابا أنا سألت من الأسباب هذي غدين نتاقل consequences اللي نتاقل العواقب دي لها الظاهرة وغد نقول this problem has some consequences like يعني هذي المشكلة هذة أولا هالطاهرة هذي عندها بعض العواقب بحال هذي بحال اللي هي like وشنو غد تدير غد تكسب الفكرة اللي عندك شنو هم هذي العواقب تكسب فكرة اللولة وغد تدير and اللي هي أداة ربط او لا in addition اللي بغي تنسيها وتكسب العاقب الثانية ودي النقطة بغيت تزيد الثالثة دير in addition وزيد الاسمتو لفكرة الثالثة ماشي مشكل ما عارش نحبسك على التعبير دب انتفت الحالة سالتي consequences سالتي العواقب وسالتي causes الأسباب أتبقى حاجة وحدة الأخرة اللي هي solutions وغد تقول there are some solutions to put an end to this issue يعني كان هنا بعض الحلول اللي غدت وضع حد الهد الظاهرة هذه for example يعني أنا سابين الميتين وغد تكسب هذك الحل اللي ينتاجك مناسب من بعد ما غتكتبوه غدروا حد end last but not least يعني كما نقوله هنا أخيرا وليس أخيرا وغد تزيدك الفكرة الثانية اللي هي عند علاقة بالسلوشن اللي عند علاقة بالحل اللي غدتعطي لها دك الظاهرة وغد تكون سالتي الموضوع ديالك وغد يكون well organized يعني منظم بطريقة زوينة وبزاف سالتي من العرض اللي فيه الصعوبية دبقى الخاتمة وبطبيعة الحال في الخاتمة عندك اختيارات بزاف تبدأ بهم in conclusion in brief in short all in all on the whole اللي بغيت انت ديره أنا شخصيا كنفضل in conclusion i think that وكوستطيع الرأي ديالك في هذك الظاهرة to simple وغد تكون سالتي هذك الموضوع ديالك هذي منهجية اللي تقدر تستعمل في هذ النوع ديال المواضيه زيان لنكوش تستعمل نفسي بموضوع واحد آخر حيث خليت جيدك شيء مخربق فغير أعطيكم واحد النموذج كتبه صديق ديالي أستاذ العزوزي بنفس هذه المنهجية هذي سافقين فهذك الموضوع دوي على air pollution يعني تلووت الهواء ستلاحظ باللي يستعمل نفس المنهجية هذك الشيء اللي بزرق كما قلت لك خسياري بحال مثلا recently واذك سيب الحمر كي تبدل حنا كنا في الول دوينا على pollution تلووت مسيفة عامة هو دوي على air pollution يعني غير تلووت الهواء وما تبقى ذلك الشيء اللي بلك حل رغمك يتبدلش هذك جزء من منهجية and by the way وخيبلك ذلك الشيء الكثير بزاف ولكن ما ينكش تقارن المستوى ديالك انت بالمستوى ديالي أستاذ هذي مقارنة غير منطقية فمشي غير شفتي حد شيء بزاف غد مشيت انت تتخلع من دابع وتقول حق ذلك شيء صعيب لله كسب غير الأفكار بسيطة وان شاء الله رغد تتخد نقطة ديالك حين ساعة 200 في الثانية باقالوريا الأستاذ ما كيتسننش منك شيء شيء مستوى اللي الكبير بزاف ماذا كنت في اليونيفورسيتي اه نقول لك ما غيرش تفاكم معك ولكن انت في الثانية باقالوريا فراك يتعاونوا معكم حين المستوى كيكون شوي على قد الحال تعفقين فهد شيء كان في هذا الفيديو كنتمنى تكون سافتو وفهمتو سلام